قتل نحو ثلاثين عنصرا من الحرس الثوري الإيراني بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر تفجيرا استهدف حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زهدان جنوب شرق إيران وأوضحت وكالات إيرانية أن العملية الانتحارية استهدفت الحافلة خلال مرورها عبر الطريق بين مدينتي خاش وزهدان في إقليم سستان وبلوشستان وأعلنت جماعة جيش العدل السنية التي تعتبرها إيران إرهابية أعلنت تبنيها للهجوم من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن المنظمة الإرهابية التي تبنت التفجير مدعومة ماليا وعسكريا وفكريا من بعض الدول المنطقة مهددا بالانتقام وينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس حازم ما هي آخر التطورات المتعلقة بهذا الهجوم آخر إحصائية رسمية صدرت في بيان رسمي من مقر القدس التابع للقوى البرية في الحرس الثوري الإيراني تشير إلى أن الضحايا وصل عددهم إلى ثلاثة وعشرين كل الإحصائيات السابقة هي كانت تقديرات وإحصاءات غير رسمية هذه الإحصائية الرسمية الأولى التي أعلن عنها ثلاثة وعشرين قتيلا وسبعة عشر جريحا هذه هي الحصيلة أما ما يتعلق بالتبعات هذا الموضوع فلابد من الإشارة إلى أن هناك توعد كبير من قبل المؤسسة العسكرية وأيضا سياسيا كما ذكر زاهر فيما يتعلق بالرد على المنظمة على جيش العدل وعلى من يقف وراءها وإيران تشير إلى السعودية بشكل مباشر فيما يتعلق بهذا الأمر بدعم جيش العدل وإضافة إلى ذلك الأجواء الشعبية من خلال متابعة لوسائل التواصل الاجتماعي هناك تعاطف كبير مع ضحايا هذا الحادث نعم حازم أولا أسألك إيران قالت بأنها سترد هل هناك ملامح لطبيعة هذا الرد الذي تتوعد به إيران قصف على إسرائيل ربما أو حتى أيضا هجوم أو تصعيد مع دول الجوار خاصة السعودية وبقية الدول الخليجية التي تنوزلها العداء من المستبعد أن يصل مستوى الرد إلى هذا الحد ولكن بالتأكيد سيكون الرد المباشر هو على من نفذ هذه العملية من عناصر جيش العدل بشكل مباشر وعادة ما يتم هذا الأمر وجرى هذا في السابق من خلال تنسيق أمني وعسكري مع القوات العسكرية والأمنية في باكستان كون أن عناصر منظمة جيش العدل تنشط على الحدود على المناطق الجبلية والوعرة على الحدود بين باكستان وإيران هكذا جرت العادة خاصة أن حاليا جيش العدل يحتجز عددا من قوات حرس الحدود الإيرانيين الذين كان قد اختطفهم في وقت سابق وعملياته خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة تكررت في محافظة سيستان وبلوجستان ولكن بالتأكيد هذه الحادثة اليوم هي الأهم وكما كنت أتحدث هي تحظى بطعاطف شعبي هناك إدانة لها من عدة جهات على المستوى الديني في محافظة سيستان وبلوجستان وهي ذات أغلبية سنية أدانة إمام السنة هناك هذه الحادثة وأعلن رسميا أيضا العزاء لثلاثة أيام في محافظة سيستان وبلوجستان نتوقع أن يكون الرد من خلال عمليات ربما عسكرية تستهدف عناصر جيش العدل تكون أيضا بالتنسيق مع باكستان شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسلنا كنت معنا من طهران